من جانبه أكد الكاتب الصحفية سيد زهرة أن النظام القطري متمسك بقناة الجزيرة بيد أن الشعب القطري هو الأكثر تضررا من القناة لما تعكسه القناة من صور صور سلبية عن الشعب القطري نحن نتحدث عن قناة أنشئة كي تكون أداة سياسية لخدمة مشروع سياسي محدد لخدمة أجندات سياسية محددة وهي أجندات تخريبية كما نعلم في الدول العربية ويمكن ما يتعدى للدول العربية منذ نشأة هذه القناة حتى اليوم هي تقوم بهذا الدور هي أريد لها أن تقوم بعدد من المهام المحددة أنا أقصد أن النظام القطري بأجندته السياسية سواء بيخدم آخرين أو آخرين ضالعين في المشروع التخريبي لكن أسندت للقناة مهام محددة نمرت واحد التحريض على الحكومات والقيادات العربية ومحاولة تقليب الشعوب نمرت اتنين تشويه الأوضاع في الدول العربية لغرض هذا التحريض ثم الترويج لخطاب الجماعات والقوى الإرهابية أنت تقول أن القيادة القطرية أو النظام القطري متمسك بهذه القناة طبعا هو متمسك بهذه القناة لأنه كما قلت هي الأداة السياسية لتنفيذ أجندته والترويج لموقفه وخطابه السياسي بشكل عام طبعا الشعب القطري هو أكثر المتدررين من هذه القناة لماذا؟ لأنه هي تقدم إلى العالم صورة سلبية سيئة وغير صحيحة عن الشعب القطري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر